نجاح هذه الدورة نبدأ معك فيصل لحقنا النهائي ختام هذه البطولة كانت هناك تخوفات من قبل الجامع بخصوص اكتشاف الملعب لمن عرفوهاش من خلال المنشآت الرياضية من خلال عملية تنظيم النقل الأنصار في عملية جديدة اقتناء من منصة التذكيراتي كانت هناك بعض المخاوف ولكن منذ الوهلة الأولى منذ وصول الوفود الأفريقية منذ وصول المنتخبات منذ البداية منذ حفل الافتتاح شفنا بطولة في المستوى اليوم في المباراة النهائية نقدر ندير تقييم حول هذه البطولة نشكرك على هذا السؤال كابتن نقول اليوم الحمد لله نشكره كل هيئات تنظيمية بصفة خاصة يعني نشكرهم أعطيهم الصحة للتنظيم كان في المستوى يعني التنظيم محكم أنا نظن نقدر نشاركه في هذه الدورة هذه يعني بقيمة كبيرة الجزائر اليوم طلعت في القيمة تحتها شفنا ملاعب شفنا تنظيم في المستوى شفنا الجمهور تعناه اللي كان في المستوى محضر يعني بدنيا ودهنيا أعطيه صحة الجمهور اللي بتتفاعل معه البطولة البطولة هذه نقول بطولة ناجحة 100% أو 200% تنظيم كان في المستوى العالي عالي جدا في كل نوحي يعطيهم صحة بارك الله فيهم مسؤول الأول على الجزائر رائز تعناه تبون قدم يعني يوفر كل إمكانية لازمة وزارة الشباب والرياضة والملعب نالسون احنا نسكنه في العاصمة تنظيم في المستوى شفنا الحافلات اللي يدون الجمهور من الصابلات ولا من خمسة جوية متوفرين يعني في كل وقت حتى الملعب يعني ما صاروش ديز انسيدون الحمد لله هذا شارف لنا وزادوا فرحوا اللعابين الجمهور في النهائي اليوم الحمد لله اليوم الجزائر رايز في النهائي أنا نظن وش نقوله بارك الله فيهم اللعابين بارك الله فيهم الجمهور ليقدم يعني حاجة جميلة وجديدة التنظيم كان في المستوى أنا نقول شابه آتولي زالجيريا اللي قيموا في هذه الدورة هذه 2023 التعشان اللي نقدروا نقدروا نقيموا رحنا باللي الجزائر عندها إمكانية كبيرة في التنظيم الحمد لله يعطيهم صحة بارك الله فيهم مشكورين عن جهودات هذه اللي وليوفروا الجمهور يعني كان مرتاح الحمد لله نقوله عندنا بلاد تعنا اليوم راه متقدمة وقلتها لكم زين عود البلاد اللي ما فيهاش الميترو وما فيهاش طرامو وما فيهاش لو طروط ما يش متقدمة اليوم جزائر يتقدم ملحوظ الحمد لله احنا نتمنى وكل خير بلادنا احنا جزائرين نحبوا البلاد تعنا أنا شوي فير كيما يقول لك الجزائر اليوم وفرط كل شي في هذه المنشآت نتمنى وحواج واحد أخرين في العالمية إن شاء الله نقدروا نحتاضنوا كاس إفريقيا 2025 إن شاء الله نتمنى ونكونوا فيها نتمنى ونحتاضنوا هذه الكاسة وشابوا هذه المسؤولة اللي قدروا يعني قدروا يعرفوا الموقف على الجزائر اليوم وعطاهم نظرة التليفزيون هذه التليفزيون اللي عطائي من بوني ماج للجزائر الحمد لله بارك الله سيرت وسيرت كابتن يعني الناس اللي كانت وقفة وصهرة على التنظيم كيف تسوى في وهران ولا في العاصمة ولا في عنابة ولا في قسنطينا أنا أقول لهم أعطيكم صحة بارك الله فيكم يا أخويا شابوا هذه نعم إذن الجزائر يعني كانت في المستوى في هذا الحدث ريد إحنا فخورين لربما بوطننا فخورين باللجنة التنظيم يعني وبالإرادة السياسية لدولة الجزائرية لقدرت يعني في ظرف وجيز جهز يعني كل إمكانيات كل السبول لإراحة الوفود الوفود الافارقة المنتخبات أيضا التي يعني كانت حاضرة بقوة ويعني كانت كان لديها كل وسائل للتحضير لهذه الشان يعني كل أمور كانت مضبوطة من البداية إلى غاية النهاية شوف عندما تكون عندنا إرادة سياسية فهمت عزيمة نجاح هذا الشان شوفنا نتيجة نحن نهدو في خمس ستة سنة هو ملعب فهمت براقي للآن أصبح ناس المونديلا فهمت كنا نعاني وستة سنة وإحنا شوف كيف الإرادة السياسية كيف جعلت هذا هذا الملعب جاهز في مدة ستة أشهر الإرادة السياسية الحكام البلاد شوف كيف انجحنا في نظم هذا الشان هذا العلامة الكاملة للجمهور الجزائري هو الذي ساعد كثير بحضوره لإنجاح هذا المظاهرة هذه شوفنا عائلات أخي في عنبا تحت الأمطار شوفنا عائلات في قسنطينة تحت الأمطار مقتض على الآخر فريق الوطني لم يكن يلعب في النابة لم يكن يلعب في قسنطينة شوف الجمهور كيف نادي ناله من هذا المنبر لنجاح هذا الشان ولب النداء وراحوا بارك الله فيهم أكبر مساهم لنجاح هذا الشان هو الجمهور الجزائري أكيد نعم وشفنا خاصة طالب حول التذاكر اللي كان أكثر ما قدرش نقوله عشر عشر مرات ولا ما قدرش نقيمه عادة طالبات اللي حضروا نهائي في ملعب تسعة لربعين ألف متفرج الله هذا يشوف نقص الخبرة ونقص التجربة لبيع التذاكر هذه أنا نظن باللي المنصة اللي داروها لبيع التذاكر هي منصة صغيرة في الانترنت هي اللي جعلت كل هذا المشاكل ساعدا ستكون تجربة أكثر خاصة في الانتقال يا أخي للملعب نوصل المنظلة إن شاء الله محطة المترو تعبر الراقي ستكون جاهزة وهذه كي اللي راح تتوصل تهل أمور كثير تهل أمور كثير لأن تخرج من براقي ركف الملعب بالمترو وكل شي هذا إن شاء الله عن قريب عن قريب ستكون سجيا ضيف إلى ذلك نقص الخبرة نتكلمها بصراحة تعالناس اللي راح في الملعب لأول مرة لازم نعرف نتكلم بالحقيقة حقيقة نقص خبرة تعالناس اللي راح في الملعب لأول مرة كم من سنة ما درناش هذه المظاهرات هذه المظاهرة الحمد لله نجحت نخدر نقوله سبعين ثمانيين بالمياء نكونوا صراحة يا أخي ولكن إن شاء الله مع التجربة مع ذلك راح تكون أكثر خاصة الملعب هذه راح تحتضن البطولة الجزائرية نظن إن شاء الله راح تحتضن البطولة الجزائرية ما شرح يقعدوا هذا الملعب هكذا أنا نظن إن شاء الله تكلمنا عليها تكلمنا صراحة بالإرادة السياسية تعد يا أخي شفنا مسؤولين كبار تعد دولة كيف كانوا تحت المتجر هذا الملعب وفي ستة أشهر كملنا هذا إن شاء الله إن شاء الله يا أخي إن شاء الله ساعدنا راح تكون الأمور من ضبطها وتكون أمور أكثر فعالية نعم ندخل في صلب الموضوع يعني حكينا على الأمور التنظيمية لابد أن نستمع إلى تصريح رئيس الاتحاد الافريقي كرة القدم باتريس موتسيبي الذي شكر رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية على يعني تنظيم هذا الشان الدقيق من كافة الجوانب إذن رئيس الكاف يعني كان قد أعجب بتنظيم الشان من كافة الجوانب أود أن أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون على حماسه ودعمه وحفاوة الاستقبال التي أبداها كانت لدي محادثات جيدة معه وطويلة إذن هذه الاجتماع التاني معه لقد تلقيته في يونيو من العام المنصر وكان لدي اجتماع طويل معه عندما نجد رئيس جمهورية يؤمن بالكرة القدم ويدعم كرة القدم ويبني منشآت قاعدية وملاعب جبارة وكبيرة ويضع موارده وطرواته لصالح الكرة القدم هذا يعد بفائدة كبيرة للكرة القدم أشكر الحكومة الجزائرية وأشكر أشكركم الجزائرية على التزامه وحبه للكرة القدم إذن فيصل اعتراف صارح من رئيس الاتحاد الافريقي في ندو صحفية لعقدها اليوم في الجزائر يعني يعني جدد هو التصريح التاعه بخصوص هذا الأمر الجزائر نجحت في اعتراف من رئيس الكاف وقبله من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حفل الافتتاح يعني دائما كل أمور توحي بأن الجزائر في الطريق الصحيح قامت بتنظيم محكم في هذا الشهر صحيح كابتن يوم نشوف الرئيس الافريقية يشكر في الجزائر ويشكر الرئيس تعنات بون يقدم يد كبيرة للكرة القدم أنا نظن اليوم رأينا عندنا إمكانية كبيرة الحمد لله كلهم يشكرون في الجزائر نحن نتمنى إن شاء الله 2025 تكون في الجزائر لأن كل منشآت يعني رأي في المستوى والتنظيم في المستوى لازم إنسان نشكره الناس الذين قاموا وصهروا على هذا التنظيم أنا نظن عندنا بلد تعنا الله يبارك ما شاء الله حبيت نقول مقبلة كما كان يتكلم الكابتن ريدا يعني أندي يا رأي الله يبارك ما شاء الله تتكلم يعني كل منتخبات رأي تشكر في الجزائر نظن هذه حاجة تفرح على كل حد نحن وصل في النقاش ريدا وفيصل لكن قبل ذلك ننتقل إلى ملعب نيسون موندلة ببراقيا يتواجد زميل بلال هرنون داخل الملعب لرسد آخر التطورة داخل الملعب ومحاورة أيضا بعد الجماهير الجزائرية الحاضرة هناك تحية إليك زميل ياسين وتحية كل جمهور بالطبع متواجدون هنا في قلب الحدث في ملعب نيسون موندلة ببراقي الذي سيحتضن المباراة النهائية بداية من الساعة الثامنة والنصف بين المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدارد مجيد بوغرا ومنتخب السينيغال المباراة واعدة اليوم ينتظرها هذا الملعب أمام هذا الجمهور الذي القياسي الذي حل منذ صباحة اليوم وهو يحاول الدخول والحصول على مكان هنا من المدرجات لمتابعة هذا الشان الذي صنع الحدث وعادت له الجزائر الهيبة بطبيعة الحال بانا كانت منافسة منسية بعض الشيء اليوم نقول أجواء جد حماسية هنا بملعب نيسون موندلة ببراقي التي تعودنا عليها في كل المباراة اليوم حقيقة الأجواء جد وجميلة أقول أن الملعب منتلئ بحوالي سوز ستيمبلميا بحضور جماهيري كثيفة ولا تزال هناك طوابة طويلة خارج الملعب التي تحاول الولوج إلى هذا الملعب الملعب التحفة التحفة المعمارية التي شيدته الجزائر مؤخرا ولقية استحسان الكثير اليوم بشهادة كل من حل به سواء من صحافة الأجذبية رئيس الفيفا جانيا وفنتينو وحتى رئيس الكاف الذي أجب بهذا الملعب الذي يشبه بالتقريب الملعب الإنجليزية سواء من حيث الشكل أو من ناحية الحماس الذي المتواجد هنا بطبع كما قلت زميل ياسين الأجواء هنا جد وجد جميلة تنظيم محكم بالنسبة لدخول وخروج الأنصار من خلال أبواب في انتظار ربما انطلاق حفل الاختتام الذي سيكون اذا اذا مشاهدين كما نشاهد هذه الصور من مباشرة من ملعب نيسون موندلا ببرقه وكما تبعنا مع زميل بلال هرنون تواصل توافد أنصار المنتخب الوطني على الملعب اذا قرابة سبعين بالمئة الملعب ملتأم الملعب مكتمل عن آخره خاصة خارج أرضية الملعب أين يتواجد الجمهور الجزائري بقوة لربما هناك من بين الجماهير الذين لا يحوزون على التذكير خاصة وأنه كما نشاهد الملعب يعني قرابة الملعب مكتمل ولكن حسب زميل بلال هرنون طوابير كبيرة خارج الملعب الكل يرغب في المشاركة في هذا الحدث النهائي ومباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب سينغال ريدا لربما لو نعلق على هذه السور الكل يريد حضور هذه المباراة يعني خاصة وأنه الملعب 40 ألف ولكن الكل يرغب في حضور النهائي وخاصة معظم هم حابين أن يحضروا للحفل النهائي المغنيين اللي يتكلم يعني كثير منهم يعني الإبن التاعي كان يحضر للحفل النهائي الحفل رح يحضر مغني إضافة إلى المغنيين المختاري بنزا هو لاجيرينو وهذا هو اللي خلى الجمهور يتنفق بكثرة في ملعب هذا لكن ربما الجمهور متعطش لمثل هذه المظاهرات متعطش كم من سنة احنا ملعبناش نهائي تعكس الشعن خاصة في الجزائر خاصة في الجزائر أنا نظن الحل الوحيد هو الإسراع في تجهيز ملعب خمسة جوليا اللي رح يحتضن أكثر 80 ألف لا 80 ألف متفرج مع توسيع جهة الفلومبو ننظن بللي هناك دراسة ومع هذا المشروع إن شاء الله رح تكون أكثر ارتياحية للجمهور الدخول نعم الأمور واضحة رد تحية متجددة مشاهدين الكرام نعود للحديث عن الحدث كأس أمم أفريقيا للعبين المحليين التي وصلت محطتها الختمية هنا في الجزائر تحدثنا عن عديد النقاط لحد الآن ونوصل الحديث عن زيارة أو تواجد رئيس الكاف باتريس موتسيبي بالجزائر وهو الذي قرر بتنظيم المحكم للجزائر لهذه النسخة من الشان التي تعتبر الأفضل لحد الآن نستمع الآن إلى تسريح باتريس موتسيبي بخصوص توقيت قرعة الإعلان عن مستضيف 2025 التي تحفظ عن ذكرها لعدة أسباب في هذا التسريح كنت في وهران وغادرت الملحب وقال 2025 أي 2025 قلت ماذا نعني ب20 25 ماذا نعني بذلك لم أفهم ذلك لا أفهم الفرنسي ولا العربية قلت وكنت أحييهم وكنت أحييهم وليم ثقفتنا عندما يحييك شخص يشرفوني بطبيعة الحال أنه أعيدهم أنه أسلم عليهم وقلت له ماذا يقولون وكان يبتسم وطال في الإجابة على سؤالي وعندما كنت أغادر قال إنهم قالوا 20 25 وعشرين وقلت ماذا يعني بـ 20 25 وبطبع الحال سيتم اتخاذ قرار أخلاقي ذي مستاقية وله علاقة بـ 20 25 إذن قبل أن نوصل الحديث عن هذه النقطة وتسريح رئيس الاتحاد الأفريقي نعود إلى ملعب نيلسون موندلة ببراقي أين يتواجد دائما الزميل بلال هرنون للحديث دائما عن توفد الجمهور الجزائري إلى ملعب نيلسون موندلة تفضل بلال تحييي لك مجد زميل ياسين وتحييي لك الجمهور بالطبع دائما هنا ملعب نيلسون موندلة ببراقي توفد كبير وكبير بالنسبة الأنصار لمتابعة هذه المباراة النهائي بين الجزائر والسنغال في النسخة السابعة من الشان دون أنه الكثير لم يحايفهم الحظ بتواجد هنا في المدرجات لكن في انتظار ربما دخول البقية أجواء جد مميزة هنا من مدرجات ملعب نيلسون موندلة من دون إطالة ناخد بعض آراء الأنصار متواجدين هنا معنا في المدرجات معشو مرحبا بك اليوم متواجد مع المنتخب الوطن المحلي كيف شكرا تعيشوا الأجواء هنا بملعب نيصون موندلة سببون السلام عليكم نحن وضعنا نعيشين أجواء مليحة كما كم تشوفوا ما شاء الله تنظيم جيد محكم يعطيهم الصحة تخلنا مش كيمة مضاري كنا ندخل ثمانية سباح وتسعة سباح بيلال دروك الحمد لله أنا تجيز السوايا ثلاثة احترى ربع سوايا دخل قبل الماتش ولا لأجواء هايلا إن شاء الله تشوفنا ربما أجواء عائلية هنا بملعب هذي كانت غايبة وعندها مدة ما كنا شوفوها في تشاكر ما كناش ألعب كما هذي تخلي بالصف العائلات يجو ما من رأي تهم الصحة ما في الدخول يعني عائلات سبيسيال يدخلوا واحدهم والشعب من المشي مع العائلات يدخل وحده وهذي مليحة طبع يعطي الحال الواحد اللي يجيبو وليداته ولا يدخل ديرا كتسهلوا لها المهمة كيف تشوف المباراة اليوم أمام المنتخب السنغال المباراة اليوم إن شاء الله أشبال ببوغرة يكونوا في يوم هم بس كيوم ما نكتبو الشعر نهائي عشان فيه ضغط كبير على اللاعبين وعلى المدرب حنا إن شاء الله كيما قالك حنا نديرو اللي علينا في التريبير هم يديرو اللي ينفتير إن شاء الله هم يفوزوا بالمباراة وليمال إن شاء الله اليوم أجواء ملعب براق ينظن أعطى طابع لهاد المباراة أيضا شفنا ربما على طريقة ملعب الإنجليزية ملعب نقوله تحفة بالنسبة للأنصار لحقيقة أن شافوا موشآت جديدة بيانسير ملعب تحفة احنا رحنا مع الفريق الوطني على أدغال إفريقيا عمرنا ولا شفنا ملعب كما هذا وقت معنا يعطيهم الصحة الدولة الجزائية لدينا ملعب كما هذا مدى بنا لي كيبقى ولا البي ولا تعني تستقبل هنا بالراقي بس كون فيه ضغط كبير بالراقي علاش فيه ضغط كبير الصوت واحد للجمهور يكون ضغط كبير لمنافس نعم زمين ياسين إن أمكان فقدنا الاهتصال هنا إن أمكان إذا نحن على المباشر نكمل أو نعود نعود إليك نعم تفضل بلال في تفضل رفقة ضيوفك إن كنت في الاستماع و نعم تفضل بلال إذن ريدا في انتظار نعود إلى بلال لربما أجواء عائلية مثل ما تعودنا عليه في هذه المنافسة دائما يعني أجواء عائلية أجواء يعني تمثلا نهائي والله يشوف إحنا الآن ذهب العنف من الملعب يعني شفنا مع حضور هذه العائلات هناك أكثر يعني كم يقولك طمأنينة أكثر التزام للجمهور الرياضي كيشوف عائلات هذه شيء جميل وهو عندما عند دخول الملعب نعم بلال ونواصل إذن نعود إلى الزميل بلال هرنون في ملعب نيلسون موندلة ببرق إذن بلال كيف هي الأجواء رفقة ضيفك هناك أو الأنصار كيف هو دخول الأنصار أيضا نعم زميسين نواصل ربما مع الأنصار أنصار المنتخب الوطني حمزة كيف اليوم تعيشوا الأجواء هناك ملعب بالراقي والله أجواء خيالية والله أجواء عالمية الحمد لله ولعدنا ملعب نفتخر به وإن شاء الله قادم الأيام وإن شاء الله ننظم كأس أفريقيا 2025 عدنا الإمكانيات ومشاء الله كيف تشوف اليوم حضوض المنتخب الوطني في هذا النهاء الحضوض نربحه بربي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نربحه دوازيره إن شاء الله ربما ناخده ربما رأي أنصار آخرين متوجدون هنا بملعب نيسول موند لله ببرقي إن أمكن نعم زميسين كما تشاهد اليوم أجواء جد واجد مميزة هنا بملعب نيسول موند لله ببرقي هذا الحدث حدث الشان الذي تحتضنه الجزائر منذ قربة الشهر ندون أجواء مميزة هنا يصنعها الأنصار سواء العائلات الجزائرية أو الشباب الحاضر اليوم منذ الظهيرة أو بعد الظهيرة بعد الظهيرة لمتابعة المنتخب الوطني هنا بملعب نيسول موند لله مسرح انتصارات المنتخب الوطني الذي حقق جول انتصارته على ملعب وهران وبما نأخذ رأي مناصر آخر متوجد معنا بوبكر إن أمكان زميلي سوفيان بوبكر عندك بزاف ما جيتش للملعب جزائرية وش رأيك اليوم بالأجواء هذا سطاد مانيفيك سطاد انت أوروبا سما دين ديك بي جران سطاد دو مان عجبني بزاف سلا تخل سطاد والحمد لله سطاد والحمد لله جيد خيالية شبه لسطاد آنغلي آآ سطاد لليون سطاد أوروبا ليوني و الفراسي سطاد فرانس سطاد مانشاء الله مانشاء الله وش رأيك اليوم نتيجة كيف عش تكون اليوم إن شاء الله أنا سالة مم كوفيغرا سمك فينا نتع مصر فرانس الجيري سنغال تان 2019 إن شاء الله في أخير رأي مناصر إن شاء الله إن شاء الله رأي مناصر آخر تكلم معنا تفضل كيف ش رأي الحالة اليوم الأجواء هنا في ملعب نيسون أجواء رهي بزاف حماسية كان دخول الملعب كان بقوة للشعب غير جماهير وكان استقبال حار وكل عوان الدرك والأمن وإن شاء الله نتفعل وإن شاء الله تنصفير إن شاء الله دون اليوم كثير من الأنصار يحبوا يجو يشوفوا ملعب نيسون منشأة عالمية اليوم هنا ملعب نيسون منديلا اللي يقولوا استقطب الكثير من الأشخاص هنا يحبوا يجو يشوفوا الملعب نيسون منديلا هو ملعب عالمي وذو كان نفتخره إننا في الجزائر عنا ملعب عالمي ولي يحصر واحد يوم باللي ما هوش في كما نقول إحنا في الجزائر يحص روح إنه يتفرج في ملعب دولي وش رايك اليوم نتيجة متخب سينيقال كيف ستكون نتيجة وش رايك نتيجة بينها تكون نتيجة تتعني 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 الربحة لنحن إن شاء الله نشكرك الأخ على التدخل كما شاهد زميل ياسين هذه هي الأجواء هنا بملعب نيسون منديلا ببراقي توجد كبير لأنصار المنتخب الوطني الحاضرين هنا لمتابعة المنتخب الوطني الذي يسعى لإهداء الجزائر أول تتويج بهذا الشان الشان في طبعته السابعة الذي تحتظنه الجزائر منذ مدة بطبيعة الحالة الزميلية ياسين في انتظار ربما وضع آخر تشاهد حفل افتتاح وانطلاق هذا النهائي النهائي التاريخي المنتظر بين المنتخب الجزائري والسينيقال الذي يذكرون بنهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بين الجزائر والسينيقال والذي تويج به المنتخب الجزائري بالنجمة الثانية اليوم نطمح إلى تتويج ثاني هنا أمام المنتخب السينيقال طبعا مجيد بوغر الذي سبق له أن تويج بكأس العرب اليوم يسعى لتتويج بالشان وإبقائه هنا في الجزائر واهدائه لهذا الشعب الشعب الكبير الذي يتابع المنتخب المحلي منذ بداية هذه البطولة على أمل أن يكون له شأن مستقبلا لهذا المنتخب وأيضا للعبين الذين يطمحون لتواجد في كوبرا الأندية الأوروبية لما لا وتواجد في المنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب جمال بولماضي الذي تابع أمس الحصة التدريبية عن قرب وهو الذي تابع جل مباراية المنتخب منذ بداية هذا الشأن نظن تحفيز معنوي لأشبال المدرب مجيد بوغرا خاصة أنه شفنا سابقا تواجد كاريم زياني هنا في المدرجات أيضا بالأمس شاهدنا تواجد كل من كارل مجاني وأيضا جبور لدينا كان حاضرين أمس في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني لإعطاء الدعم لزمينهم السابق مجيد بوغرا قائد المنتخب الوطني وأيضا لأشباله الذين يسعون لتحقيق هذا التاج هنا بالجزائر وعلى أرضية ملعب نيلسون مونديلا ببرقي نعم إذن شكرا للزميل بلال هرنون على كل هذه التفاصيل وهذا نقل المباشر الذي تابعتموه من ملعب إذن نيلسون مونديلا ببرقي وتواصل دخول الجمهور الجزائري والأزاء هزيج التي استمعنا إليها إذن بعد أو في هذه الأثناء لن مشاهدين فاصل قصير ولا نعود ألم بكم مشاهدين مجددا إلى هذا النقل المباشر الخاص بنهائي كأس أمم أفريقيا للاعبين المحلين إذا كنت وقفت عندك نخليك توصل في نفس الفكرة عمقبيل كنت تحط على الأنصار كنا نتكلم على وجود العائلات في المدرجات صغار نساء وفهمت الحمد لله لحقنا لثقافة أخرى ثقافة اللي ما كانت عدنا في الماضي ثقافة أخرى وهي تنظيف المدرجات بعد اللقاء شيء جميل من طرف المناصرين هذه هذه الشعوب المتحضرة كيف تشوف مقابلة وتشوف هذه حتى الأنصار التي شاهدنا جو من المهجر تفاجئ أجواء في الملعب الجزائرية لا بالطبع يا أخي ملعب كما هذا نانسو المنديلا لا تشوف في أوروبا في كل المدن الأوروبية فهمت تشوف في العاصمات ننظن باللي شوف يا أخي هذه الثقافة هذه لازم ترج بثقافة أخرى عقلية أخرى بناس مسيرين آخرين لعندهم ثقافة علمانية ثقافة أخرى غير الثقافة التي كانت عندنا في الماضي هذا الذي سيساعد لماذا تكلمنا مقبلة قلنا إن شاء الله ستكون هذه تجربة وفي المستقبل سيكون أكثر سهولة للدخول إلى الملعب خاصة لدينا أبواب عدة تبواب الملعب التي لا تحل ولا تفتح الآن هناك 16 باب ملعب ستكون أكثر سهولة لدخول إلى الملعب هذا هو المناصر ضف إلى ذلك التزاحم على السيارات وحافلات عندما يكون عندك مترو كما تكلمنا المترو الذي سيسجع عن قريب إن شاء الله في براقي ستكون أكثر سهولة لتذهب للملعب هذا هو شيء جميل في هذا نعم فيصل نولي لك قبل أن تحدث على تصريحات موتسيبي نتحدث أيضا عن دخول الجمهور لتحدثنا عليه تيلة الشانو لكن اليوم مباراة خيتامية نزيد ونذكر بهذه النقطة خاصة دخول العائلات نشوف مناصرين من المهجر يدلوا بشهادات بأن الملعب الجزائرية أصبحت أكثر تطور وشبهوا أيضا بالملعب الأوروبية ننسيوش بالله اليوم الحمد لله الملعب جديد نالسون منضيلا من أحسن ملعب في أوروبا قلوا له في العالم إن الملعب هذا جديد توتنوف يعني يعني حاجة جديدة يعني ما شاء الله وأنا نتمنى إن شاء الله كما يقولوا الوقت الحالي إن شاء الله لازم كل ملعب إن شاء الله نتمنى ويعودوا اللعبه في ليك ستاد غازوني أنا نقول اليوم منشأة هذه رأي تاضر على نفسها منتخب رأي في تحسن أشبانسك الفوتبول تعناه بداية تقدم يعني البطولة هذه البطولة اللوشان هذه تعال إفريقيا عندنا إمكانيات عندنا ملعب في المستوى عندنا جمهور يعني يروا بالعائلة تعويروا يشوف مباراة هذه من قبل ما كانش تتصرها اليوم ما رأوا يتفاعل الجمهور رأوا يتقدم يعني دهنيا تطورات تطورات كبيرة ملحوظة في هذه السنوات بإمكاننا يعني نحتاضن أي دورة أي فريق من أوروبا يجي لعب هنا يعني بسهولة جدا شفنا الألعاب البحر يعني المتوسط اللي كانوا في المستوى شفنا الاسمها الشان قلم 17 سنة كان في المستوى ننظن قلم 17 سنة راح شفنا الأمس يعني عملية القرعة البطولة تلعب في بين 29 أفريل إلى 19 ماي هنا بين الجزائر ننتظر بطولة أخرى راح تكون مميزة الحمد لله وشف جزائري أكيد راح يدير نفس الأمور اللي يدرها في الشهر اليوم الحمد لله يعني كل شهرين عنا مستوى وليوم شوف كيف بش الملعب راح يدشنت يعني بقوة إن شاء الله لازم علينا بش نحطف بهم ولازم يعني نكسب هاد الشبان هاد ونعطوهم كما كنا كان يتكلم ريدا يعني التطوير كرة القدم في الفئات الشبانية لازم يكونوا مدربين كفاء ولازم تربوسات ولازم كذا كذا أنا شبان بورفيرانتو دونك هاد الملعب هاد الحمد لله نجحنا فيها وإن شاء الله نزيد ندوه لشان هذا ندوه وسبعتاش سنة ندوه ويقولون إن شاء الله عندنا بطولة مليحة إن شاء الله نبقى معاك ولكن عود نقول له إلى التصريحات رئيس الاتحاد الافريقي ريكولاتي القدم باتريس موتسيبي اللي يتحدث عن الجمهور الجزاري اللي أشاك في يقول له رئيس الفين وخمس وعشرين الفين وخمس وعشرين هو كان تحدثها هاكدا في الندوة الصحفية قال بأنه قرار يعني اتخاذ من سينظم بطولة كان الفين وخمس وعشرين راح يكون انتقاؤه بمصداقية يعني وبكل شاففية إيه لكلها الشعب من حقه يطمح الفين وخمس وعلى هو يجي بربرنا هنا وعندكم الجمهور وعندكم ملاعب ما شاء الله ويروح يدير رايو احل عزم دوك الانسان كي ما يقول لك احنا نحاوسو دوك الملموس احنا دوك منشاءات درنا هادلوشان هادا في المستوى ما كانش هو يتصور باللي كل يعني الملاعب لي ما يلعبوش فيها الجزائي قهو مصداق فارغين شافوا عنا باب 30 ألف شافوا قسمتنا بخمسين ألف شافوا وهران بعشرين ألف انظر انظر امكاننا بنحتاضنه يعني كاس افريقيا يعني ما ننسوش كابتل مدة 35 سنة ولا ما نشعر فيش حال ما مديناش هذا الكاس الوشان الاحتضان شبونس عنا امكانيات والجمهورة ويطالب موت سيبي قلوه 2025 وصيك زيادة على هذا الشي هذا موت سيبي قلوك منشاءات يعني في المستوى وتنظيم ونشكر دولة الجزائرية يعني وكما نشاهد في الصور يعني كان عين تقريبا جل الملاعب حتى انه امس كان في القرية المتوسطية بوهران يعني هو بنفس يعني شاف كل المنشآت سواء في الملاعب الأربعة وايضا في القرية المتوسطية بوهران الله كابتن يعني شاف كل شي يعني جميل في الجزائر ما تنسوش كابتن احنا ببالك شوية نستحقره جزائر لبس بها وشابة وزينة وكل شي احنا لازم عنينا نحافظوا على هذا المتحف الملاعب يعني سيدي سيدي بيجو لازم علينا ان شاء الله باش موت سي في ان شاء الله يعطينا الاحتضان باش نكونوا في المستوى نقدروا كابتن نقدروا يعني اي دورة تتلعب دوك الحين في الجزائر او زي تقالك سيد الرئيس يقول لك بللي ملعب خمسة جولية ان شاء الله رح نغطيوها كامل عاتوا لتحفة كبيرة ولازم ان شاء الله ديجون جوار اللي يطلعوا ان شاء الله اونيكيب سينيور يكونوا في المستوى لهم المستقبل تا الجزائر انا نظن نيوم موت سي بي ان شاء الله اتت ريبوزي ان شاء الله يتكلموا معاه ولازم احنا تنك عنا امكانيات باش نديو هدي الفين وخمسة عشر لانا نستهلوا باش نديو هدي الفين وخمسة عشر لا كان الفين وخمسة عشر تكون في الجزائر انا نظن موت سي بي منباهر وتكلموا معاه هو يتكلم يقول الجمهور الجزائري وصيرتو في قسنطينة نهار راح في القسنطينة تكلم على القسنطينة ما شاء الله قالهم انا مخلوع ملعبتها على القسنطينة حملاوي شهيد حملاوي شبنس نتمنى ان شاء الله باش نحتاضنوا هدي الفين وخمسة وعشر لانا نستهلوا هاد يعني التظاهرة بجادها ويستحق لانا كين يعني يكفشقوا البلدان اللي دارت يعني تلت مرات في تلت مرات في بلدهم يعني يحتاضنوا الكاسي أفريقية انا نظن اليوم موت سي بير ومباهر وان شاء الله نتمنى يشد يوفي بوعده الوعود هدي ان شاء الله يكون في المستوى يعطونا الاحتضان لانا عندنا مستوى عندنا ملعب كل شي جميل جدا في الجزائر نعم ولكن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في ندوة الصحفية أنه لم يكشف عن يعني توقيت الكشف عن البلد المستضيف لكأس أمم افريقية نستمع إلى هذا التصريح ولا نعود الاعلان الذي ينبغي القيام به من أجل تحديد البلد الذي يستضيف ذلك مستقبلا هذا غير صحيح هناك مقترح هناك مقترح وليس إعلان وتحدثت مع قيادة الكف لا أدري كيف هذا تم تسريب ذلك إلى الوسائل الإعلام ويتم ذلك في 11 فبراير هذا غير صحيح هذا غير صحيح علينا أن نرسل فرقا للمعاينة البلد التحتية لا يمكن أن نقول هذا أن هذا سيتم الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل نحن نعمل من أجل القيام بالشيء الصحيح علينا أن ندافع البلد الذي يستغف ذلك بما في ذلك الجمع بين بنين ونيجيريا وتم تقديم عرض استضافة من قبل هذين البلدين يبغي أن نفهم هذا لن نسرع لن نتسرع لاتخاذ هذا القرار ذن ريدا نشوف تصريح سياسي أكثر منه رئيس الاتحاد الإفريقي تحدث عن الجزائر وعن الإمكانيات وعن كل شيء ولكن بدأ متحفدا في الإعلان حتى عن توقيت الإعلان عن هذا الخبر استضافة كأس أمم أفريقيا لربما تواجدوا في الجزائر جعله يتحفظ على حتى التاريخ ما قلنا نعرف بطب لأول مرة نشوف الرئيس الكاف موتيبي يحضر إلى بلد ويدون فيه كل هذه الأيام ويشوف معظم اللقاءات التي شاهدهم هذه صايرة لأول مرة في تاريخ هذا الشهر النقطة السوداء الوحيدة وأن عدم إتقان هذا المسيرين الفيدرالية باللغة الإنجليزية الإنسان جاء وقعت معك طول هذه الأيام نتأسف كثير لازم تكون تتخن اللغة الإنجليزية باش يكون أكثر حوار مع هذا الرئيس هذه النقطة السوداء للأسف كان عندنا رئيس فهمت اللي هو سيعمار فهمت شرف الدين اللي كان يتقن ست لغات ولكن هذا الناس هذا يعني ما داروش فيه ثقة ونفس الأشخاص اللي يعني نزعوا منه الثقة نتأسف كثير لهذا الأمر هذا وشفنا يعني شفنا في الماضي كيفاش كانت هذه التعاملات تعاملات فهمتني وكنا يعني للأسف نقولوها يعني كنا يعني صابت كانت الناس تضحك علينا يعني الآن الآن لازم 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 يعني الفيدراسيو ألجيريان تكون أكثر أكثر يعني كم يقولك الناس اللي يكونوا فيها يكونوا متقنين للغة الإنجليزية لأن في الكاف عندما تروح للكاف معظم الدول هم سيدز ديز انجلوفون يتكلمون باللغة الإنجليزية من غير المعقول كرئيس الفيدرالية أو الممبر الفيدراسيو تشوف رئيس الكاف يعني يجي للجزائر ويحترم هذا البلد ويحترم المسيرين تعل البلد على رأسهم رئيس الجمهورية كيفاش يعني الاحترام اللي كان يتخلو ولكن الكلام راح تكون غير مقنع كرئيس الفيدرالية هذا هذه اللقطة السوداء اللي في هذه موتي أما عندما يكون عدل عندما يكون عدل يا أخي الجزائر ستحتضر نعني إن شاء الله 2025 اللي كان لأن معظم الملعب معظم الملعب الجزائر هي ملعب جديدة وملعب لمغطات أما ملعب الجار نظن باللي معظمها كملعب واحد اللي هو مغطات لو تكون انتخابات بعد ستفوت الجزائر بكل ارتياحية بكل ارتياحية هذا ما نقوله ولازم الآن كلنا كلنا مراهد لطبعة هذه 2025 ولكن ربما الجزائر أبهرت في هذه طبعة ومن الناحية التنظيمية نحن لسنا في حاجة إلى الحديث أكثر مع رئيس الفيدرالية أو إتقان اللغات ولكن كل ما طبقنا على أرض الواقع يدل على أن الجزائر في الطريقة الصحيح الجزائر قدمت بطولة في المستوى رئيس الفاف أو رئيس الكاف قدرنا نقنعه بشيء يتواجد في الجزائر وفرنا لكل الظروف شفناه يتواجد في ملعب في أقل من ساعة نشوفه في ملعب آخر لربما كل هذه الظروف ساهمت ولكن رئيس الكاف لربما كان أكثر دبلوماسي يعني يحاول أنه يتفادى الإعلان عن تاريخ في تاريخ إجراء هذه هل تعلم أنه رئيس الكاف عنده صوت واحد لتريل هناك عدة أصوات لكين عدة بلدان لكين أخي معظم البلدان اللي رح تصوت هي بلدان أونغلوف هو كان تحدد في الندوة الصحفية هذه قال لك أنا أنا معجب يعني بالإمكانية التي تمتلكها الجزائر وأيضا معجب بالإمكانية التي تمتلكها المغرب وهي أول منافس للمنتخب أو للجزائر في احتضان كان 2025 هو قال لك أنا لو عندي صوتين كنت نمنح يعني نمنح صوتين لكين البلدين ولكن رح نمنح صوتي يعني للمنتخب أو للبلد الأفضل والأكتر جاهزية قال لك إحنا رح نكونوا متريتين في الإعلان عن هذا هذا الأمر باش نعدلوا بين منتخب أو بين بلد وبلد يعني باش ما نكونوا متسرعين في هذا القرار يا أخي شوف موتيبي هو موتيبي هو من جنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا بلد صديق للجزائر أكي إنسان يعني فمتلبس به ماديا هذا ما تقدرش تشريه لو كان أحمد أحمد لكان كلام أخر لأن أحمد أحمد كانوا موفرين له في مراكش المغرب كل أشياء فيلا أموال كان لقجح هو اللي كان رئيس الكاف بالهدي الآن الحمد لله كل شي تغير في الكونفيديري الإفريقية موتسي بي موتسي بي شفناه كم من مرة زار زار الجزائر أعجب بكل منشآت وهذه حقيقة أنا قلت لك لو يكون عدل هناك عدل الجزائر ستفوز بجدارة في هذا المصر في 2025 أنا نظن بلي كل شي مهيئ كل شي مهيئ خاصة شوفوا الملعب يا أخي أنا من أحسن الملعب اللي في إفريقيا هو ملعب تزيوز تزيوز تحفة كبيرة فهمت أجمل من براقي أجمل من دويرة تزيوز أنا رحت وشرف لي شرف باش زرت ثم وشفت والله يعني أبهرت بهذا الملعب تحفة كبيرة خاصة لما لا إن شاء الله نأمل جميعا لهذا ولكن هناك عدة نقيس عدة نقيس في الفيدرالية لازم أن نصحه أكيد فيصل قبل أن نختم هذه النقطة حول زيارة موتسيبي وتسريحاته هو كان شدد أيضا في الندوة الصحفية على محاربة الفساد وأيضا يعني شدد على ضرورة محاربة الرشوة في عملية التصويت حول ملف من سيتصدي في هذا البلد يعني ما مدى صحة هذه الأقاويل والتصريحات خاصة وأنه نحن نتوجد في إفريقيا يعني تقدر تحكم في رؤساء الاتحادات في القارة السمراء أو أنه يجب أن نقوم بأمور أخرى يا كابتن صعيب شي صعيب إفريقيا وبعرة كابتن يعني الرشوة وهذه البودفان ملتحت حتكون من فصل لجعل إفريقيا هذا الاستعمار لا الاستعمار ولكن هناك أحنا كتشوف أخي مؤخرا مؤخرا كون يرى يفوز بكأس الكؤوس وأبطال إفريقيا حلق جاح وأصحاب شوف كيف شرع ندر أنا نظن شوف إفريقيا هناك لوبي لجعل إفريقيا تمشي بهذه الطريقة هذه لماذا غير في إفريقيا نتكلم على الحاكم فايسن نتكلمها بصراحة نتكلم على الحكام نتكلم على الملعب نتكلم لماذا في أوروبا في الويفا وفي الخليج كنت في الخليج عمرهم عندما يدير حكم خطأ هو خطأ عفوي ولكن في إفريقيا كلنا نتكلم بهذا الرشوة للحاكم لماذا هذه العقلية لازم تتغير العقلية ولازم تتبدل العقلية في إفريقيا خاصة في الكاف نتمنى إن شاء الله على كل كما قال الكابتن نتمنى إن شاء الله تكون شفافية ونحن نتمنى المنتخب بتاعنا بشية في 2025 احتضنها لأن منشآت و بصراحة حرجناهم في هذا الشهر ونحن حرجوهم في أقل من 17 سنة في أفريل بارك الله فيه كابتن اليوم نشوفه منشآت في المستوى مغطيين ملاعب تحفة تدخل القسمطينة الله يبرك ما شاء الله تروح للوهران سيجي طوب تروح للعنبا تنباهر يعني ونالسون منديلا في المستوى العالي جدا كما قال ما زلت يزيوزو ما زلت يزيوزو كما أنا مشتوش تيزيوزو منشآت جديدة ما تخافش كابتن عندنا رانا في ليليت اليوم تخلنا في العالمية كابتن بهذا الملاعب نروح معك بعيد احنا رانا في العالمية أنا نظن اليوم لاحتضان هذا إن شاء الله يكون في صلح نعم في صلح هما عندهم منشآت يعني قديمة جدا منشآت قديمة جدا هذه اللي نعم إذن تحدثنا عن كل هذه الأمور نطوي هذا الملف لنعودة بعد هذا الفصل للحديث عن المنتخب الوطني الجزائري والمباراة أمام السينغال تحية متجددة مشاهدين الكرام دائما للحديث عن مباراة المنتخب الوطني أمام السينغال المنتخب الوطني الذي وصل إلى هذه المباراة النهائية عن جدر واستحق دون تلقي أي هدف إذن نبدأ في النقاش حول هذه المباراة معك فيصل بن طلع مباراة مهمة يعني مباراة نهائية صعب الحكم على نتيجة المباراة النهائية بما أنها تلعب على جزئية بسيطة صحيح كابتن يوم نشوف المباراة تكون صعبة الفريقين 50-50 إنها مباراة نهائية ولكن أفضل إحد كل جزائل لأننا سنلعبوا هنا إحنا عندنا في الجزائل نظن عندنا يعني بإمكان المنتخب بتاعنا باش يفوز بأداة ونتيجة العامل هو الجمهور يعني نتمنى إن شاء الله يكونوا في يعني كيفاش يقولوا يكونوا في الموعد الوقت المناسب في الموعد لأن اليوم شفنا اللعابين تحروا أول شيء في المباراة اللي فاتت شفونس كل فريق هذا يعني تخل في ديناميكية الفوز وما نساوش المنتخب بتاعنا ما تسجل عليها أي هدف الحمد لله لأننا منتخب بتاعنا راهم تكامل يعني تحرر عندما راح للوهران شفونس كو المناخ تاع الوهران شو يلعب دور على كل حال يعني لأن هنا رأي برودة كبيرة واليوم شفنا التغيير الجو والدرجة الحرارة رأي نخافضت ولكن كان نهار شباب اليوم طبيعة الحال لكن يقول لك نهار شباب ولاش تاول ريح نحن لك وليح لازم علينا باش نفوزوا باش نفرحوا هذه الجمهور تاعنا يعني اليوم نشوفوا مقابلة راح تكون جميلة جدا متخوفين هم التنين عشرين دقيقة راح تكون يعني تكافؤ ما بين لعابين يعني الفريق الخصم راح مرح شي غامر باش يسجل ولا راح يعني يشوف طريقة اللعب بتاع المنتخب بتاعنا والمنتخب بتاعنا لازم عليه يدير لعب باش يفوز لأننا راح نلعبو احنا في الجزاء انا نظن اليوم مباراة حتكون يعني شوية صعبة في العشرين الاولى دقيقة الاولى يعني عندنا لعابين عندنا المدافعين عندنا في الوسط ميدان لاننا شفنا المباراة اللي فاتت يعني ووسط ميدان اللي كان في المستوى المطلوب هو ليساعد عدة اهداف ليصنحهم في الاردينير باس على الوسط ميدان شبونس كولو الفريق تاعناره وجاهز مية في المية بإمكان ان شاء الله ماشي آلاف وآلاف يعني اللي رأي براء اللي رأي تسنى نظن لازم شوية لازم يخطب عليهم المدرب يشوف لهم الصورة يعطون لهم الصورة لان الشعب اللي رأي يسنى في هذا الفوز هذا وان شاء الله هنفوزه على كل حال نعم المنتخب الوطني ليس بحاجة الى تحفيز كبير في هذه المباراة اللي تتويج به لقب اشان اذا سنواصل الحديث عن الخطط والتكتيكات ولكن قبل ذلك ننتقل الى ملعب نيلسون منذلة بي براقي ويتواجد الزميل لمحمد قريشي رفقة الصحفي عنها نتفضل محمد قريشي لك كلمة شكرا 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 جزيلا المدخل الرئيسي لهذا الملعب في انتظار وصول حافلة المنتخب الوطني التي هي في طريق لهذا الملعب لهذا الموعد الكبير والكبير جدا نهائي كاس افريقيا للمحاليين التي نجحت الجزائر وبالعالم الكامل في تنظيمها الآن المنتخب على موعد مع الابقاء ومهمة ابقاء هذه الكاس الغالية هنا في الجزائر وإسعاد المالي من الشعب الجزائر العاشق لهذا المنتخب وللرأية الوطنية جميلة وجميلة جدا كما قلنا في انتظار وصول حافلة المنتخب التي ستصل وستدخل من هنا مشاهدين كما تتبعون في الصور أجواء جميلة جدا إقبال كبير وكبير جدا من أنصار المنتخب المنتخب الوطني نساء رجال شيوخ أطفال صغار الكل هنا على تقى كبيرة بأن هذا المنتخب سيتمكن من تحقيق اللقب اليوم أمام منتخب سينيغالي قوي وقوي جدا خاصة تكتكيا ودفاعيا يجب الحذر منه لكن يجب أن تنتهي المهمة لصالح المنتخب الجزائر أردوان أنت الآن هنا غطيت الدورة منذ انطلاقها لأيوم نحن أماما على بعد ساعة مننا المنتخب الجزائر السينيغال كيف تشاهد أو تتابع الأجواء عموما هنا بملعب نيلسون مونديلا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكل زملاء في قالت النهار لجمهورنا رياضي الكريم حقيقة ملعب نيلسون مونديلا ومحيطه يعيش أجواء خيالية تاريخية بمناسبة هذا النهائي نهائي البطولة الإفريقية للعبين المحليين للأسف محمد جمهور كبير خارج الملعب لم يتمكن من الولوج إلى الملعب لمتابعة هذه المباراة النهائية رشيد أكالي رئيس اللجنة المنظمة للشان أدل بتصريحات صبيحة اليوم قال فيها إنه تقدم أو 21 مليون طلب نعم لحجز تذكيرات النهائي لملعب يتسع لأربعين ألف مناصر فقط 21 مليون طلب بشوف يعني الشغف الجماهيري وتعلق الجماهير الجزائرية بمنتخبنا الوطني لا تفرق بين المنتخب الوطني المحلي أو المنتخب الأول وصلنا إلى الحلقة الختامية إن شاء الله الاحتفالات ستكون كبيرة بعد نهاية المباراة شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعم جوة جميلة وجميلة جدا هنا من أمام المدخل أو المدخل التي ننتظر من خلاله وصول حافلات المنتخب الوطني ورجال مجيد بوغرة الذين أدوا ما عليهم بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي بها مباراة اليوم في هذا النهائي أمام منتخب الزينيغال الكل يعلم حجم الجهد والتفاني الذي يعني ميز المنتخب الوطني ورفق أيوب عبدالله وطيلة هذه الدورة الحقيقة المنتخب لم يتلقى أهداف تمكن من تسجيل عديد الأهداف فاز بمورايات أمتع الجماهر سواء هنا في ملعب نيسون موندلة أو في مباراة مباراة التي لعبها في وران عموما هذه الأجواء بمحيط ملعب نيسون موندلة أجواء جميلة أرقام قياسية تحقيقها هذه المباراة وهذه الدورة على مر تاريخها شاهدنا عديد المباراة بمدرجة ممتلعة حتى وأن المنتخب ليس هو الذي كان يلعب تلك المواجهات اليوم حسب تصريحات اللجنة المنظمة ورشيد وكالي قال بأن أكثر من 20 مليون طالب من أجل حصول على تذكير لحضور مباراة النهائي وحفل ختام الشنو وهذه أرقام تصور أنها فاقت حتى كاس إفريقيا للأمم بكل تواضع اليوم هو يوم الجزائر اليوم تعلن الجزائر عودتها وبقوة في الساحة الإفريقية كرويا ورياضيا بعد النجاح الباهلي العلعب المتوسطية في واران اليوم أثبتنا علو وكعبنا في تنظيم الأحداث الكبرى والأحداث الرياضية عندما يتعلق الأمر بالجزائر وقدراتها المادية والبشرية لذلك أعتقد أن الجزائر وفي الاستحقاقة المقبلة ستكون رقم صعب وصعب جدا يصعب على أي بلد وعلى أي جهة أن تتمكن من هزمته بسهولة نظرا لما أبان عليه خاصة من حيث الملاعب ظروف الإقامة البعثات وفود المتخبات البعثات الإعلامية كذلك شهدت كثيرا بالتنظيم وب التنظيم المحكم لهذه أشان عموما مشاهدين أنتم تشاهدون هذه الصور من محيط ملعب نيسون منذلة هذا الملعب التحفى في انتظار كما قلنا وصول حافلة المنتخبة الوطن التي هي في طريق ما هي إلى دقائق معدودة حتى تكون الحافلة هنا وتنطلق الأمور الجدية واللمسات الأخيرة التي تسبق صافرة الحكم والصافرة الرسمية لهذه المباراة التي ينتظرها الملايين من الجزائريين نعم شكرا لك محمد قريشي على هذه الصور الجميلة من محيط الملعب صور جميلة رضا ولكن الأمر المؤسف نعود ونذكر بأنه جمهور خارج مدرجات ملعب نيسون منذلة أكثر من الجمهور المتواجد دخل الملعب ملعب لا يتسعى لجميع الجزائريين للأسف مدى تعطش الشعب الجزائري في مثل هذه المباراة وخاصة المباراة نهائية والفريق الوطني في النهائي هذا مما يجعل كل جماهير تنتظه وجي الملعب كما يقولك وهي راغبة بش بش تشوف للأسف يا أخي للأسف إن شاء الله هناك فكر لتوسيع ملعب الأولمبي 5 جوليا لما لا إن شاء الله في أسرع وقت فهمت من ما يدون إن شاء الله عندما تكون الإرادة من طرف الدولة الجزائرية شفنا كيف انتهى الملعب في 6 أشهر لما لا إن شاء الله في 6 أشهر أخرى يكون الملعب 5 جوليا في أحسن التكوين أنا نظن هذا هو الحل الوحيد لأنه نهائي لازم علينا يكون عندنا ملعب 80 100 متفرج 40 ألف 80 ألف 100 ألف لا شوف يا أخي يا ريدا رأك هنا في جزائر 80 ألف 150 ألف ملعب 200 ألف يجيبوا ما رأك أنا أنا شعب الجزائر تسيبوا 500 ألف برأة ولكن لازم تكون عندنا ريدا لو يفتحوا اليوم كما العادة يعني المختلف النقاط وما تكفيش لا تكفيش لا تكفيش ريدا لا تكفيش تردي الجمهور نهائي والله لا تقدر تردي كل جمهور والله أنا تكلمنا كيفاش ملعب كما هذه للأسف تشوف تحضيرات تحضير خاصة خاصة هذا الجمهور هذا الجمهور ريدا لا نقدر لكي نقول تحضير ولكن شوف هناك عدة أمور عدة أمور ما نشحب منشحب أن ترقع لها الحمد لله هذا عرس هذا عرس إن شاء الله وراح تشوف أمور أخرى الآن نتكلم نعم صلاة أمور تنظيمية في النهائي ولكن على العموم يعني لا العموم يعني كما قلت ما تقدرش تردي إن شاء الله إن شاء الله يا أخي يعني تكون الغاية الأخيرة هي فوز الفريق الوطني الجزائري بهذا الكأس إن شاء الله نعم وكل الشعب الجزائري فرحان نوصل معكم تحدي من جانب التكتيكي يعني المنتخب الوطني إذن أمام تحدي صعب منافس يعني صعب المنتخب السينغالي مباراة رح تكون يعني تلعب على جزئيات خاصة وأنه كل مدرب كل منتخب يعني يحضر هذه المباراة بجدية درس الفريق الخاص يعني يعني وش قد نقول شوف الطاقم الفني ومجيد بوغرة ومع بالماضي مشاركة بالماضي الناس رأيت تتكلم أنا نحدث باللي مشاركة بالماضي في كل هذا النشان هذه كانت فعالة وفعالة جدا مع مجيد بوغرة الرقم أنا الآن شوف تخليك تتوقع كيفية اللعب المنافس هذا هو الشي اللي ما عندناش هنا في الجزائر ما عندناش ما زال ما 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 قررناش لزون ترينورتا وانا على الرقم نا ولو هذا الشي اللي كنا نتكلم عليا الرقم نا الشي يعني هو تطوير تعلق الكرة الحديثة الكرة تغيرت فهمت كثيرا الآن لازم نشوفها بطريقة علمانية رح نعطيك أسماء لعبين بهذا الرقم نادي اللي رهم يقضفوا فهذا نعم استسمحك ريدا القول تحية متجددة مشاهدين الكرام نعود للحديث عن مباراة المنتخب الوطني ومناظره السينغالي قبل ذلك لو نتحدث ريدا في عجالة عن مباراة المركز الثالث التي جمعت بين منتخب مدغشقر ومنتخب نيجر التي انتهت بهدف مقابل سيف لصالح منتخب مدغشقر أحد المنتخبات التي كانت اكتشاف هذه الدورة حتى المنتخب النيجر قدم بطولة في المستوى قبل انهيار هي أمام المنتخب الوطني بخمسية بطبع منتخب وكان عنده مجرد سبورتيف داروا دي سنت الفورمسيان فهمتني وخاصة انه انشوفوا اللعبين هذو كانت عندهم اندباط تكتيك كبير اللعبين مهاريين يمتازون بالسرعة الله كنت انا مرشحهم للنهائي فريق مدغشقر وفهمت وستان اوبجكتيف أتانهم المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة هي مرتبة مشرفة لبلد صغير مدغشقر هناك بلدان تعكورت القدم مثل غانا مثل كاميرون فهمتني يعني اقصية في اللقاء أنا نظن بل جاو مدغشقر تروى برمير بلاس وحقه الوبجكتيف تحمل وهذه الكورا لازم تشتغل لازم شفنا منتخبات موريطانيا منتخب موريطاني اقصي بهدف لسفر من طرف من طرف سنغال في الربع النهائي وكانت معظم الفرص كانت للمنتخب الموريطاني لو يعني تلاحظوا وتشوفوا تعودوا المباراة والله منتخب الموريطاني يعني كما يقول لك كيلة دوميني للسينغال شفناه ركلة جزاه اللي تثبت في اقصائه انا نظن شوف هناك منتخبات اللي راه تشتغل منتخبات اللي اللي عندها مراكز تكوين في البلد تحها وهذه الثمار تحها فاش نقوله نظن باللي يعني دارو شان يعني متميز فريق مدغشقر و المرتبة الثالثة عن جدار في صلحة منتخب النيجر يعني اللي قدم بطولة في المستوى لكن انهار بشكل مفاجئ امام المنتخب الوطني بخماسية امس ايضا تلقى هدف دقيقة تسعة وثمانين يعني قبل نهاية المباراة حتى هو يعني يقدم مستوى لبأس به رفقته منتخب مدغشقر صحيح كابتا اليوم شوفوا فريق النيجر المفاجأة اليوم شوفوا فريق النيجر اللي ما كانش يعني واحد ما كان يرشح هو فريق مدغشقر ما كانش مرشحين باش يكونوا في النصف النهائي او المرتبة التالتة انا نظن فريق مدغشقر اللي هي المفاجأة الكبيرة اللي قدم مرضوط جيد جدا ويعني كان قادر يروح النهائي لو لا دربة الجزاء يعني كان قادر يحتط المفاجأة انا نظن هذه الدورة كانت متكافأة شوفنا عدة المنتخبات اللي كانوا بقوة منتخبات معروفين اللي ما كانوش في المستوى ولكن شوفنا منتخبات يعني بنية يعني في الاسيون تحهم صغيرة ويندرت المفاجأة مادغشقر اللي كانت في المستوى نظن هي المفاجأة الوحيدة نظن كانت بإمكانها باش تروح النهائي ولكن فريق النيجير اللي كان اليوم شوفنا فريق النيجير اللي نهزم على المنتخب بتاعنا بخماسية يعني انتفاضة على المنتخب بتاعنا الإرادة القوية والعزيمة والهجوم اللي كان في المستوى فيصل ومستوى البطولة يعني في الشان ارتفع نوعا ما لربما مقارنة بالحضور الجماهيري كما نشاهد الآن في هذه الصورة المباشرة من ملعب بنصون مونديلا ببرقي الحضور الجماهيري يعني من مستوى المباريات يعني كي تكون مباراة بين منتخبين الفريقيين في بلد في الجزائر نشوف الحضور عن جماهيري الفريق ملعب 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 في قمة ملعب ملعب ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 لأنه نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر بما أنه سيكون أيضا حاضرة اليوم تحفيز يعني رغم أنه اللعبين ليسوا بحاجة إلى تحفيز كبير في هذه المواجهة بما أنها مباراة نهائية ولكن وجود دب الماضي وجود جمهور مثل هذا الجمهور في الملعب خاصة وأنه اللعبون يعني اللاعب المحلي يطمح بولوج المنتخب الوطني الأول أعتقد أنه حاجة جميلة جدا عندما تشوف كارل مجاني ومثمور يعني يجوا وشوفوا صديقهم في مدره جمبور جمبور أعتقد أنه اللعبين أصدقاء من زمان لعبوا في إفريقيا و هنا في الجزائر واليوم عندهم حد لشوفوا نهائي لشان أعتقد أنه دافع حاجة جميلة تفرح ولعبين يعودوا يعطوه الدفع للماجيد والأصدقاء وتصطف تاعه أعتقد أنه حاجة جميلة جدا يعني ما ينسوش المنتخب جاو يدعمه معنويا الناخب الوطني بخصوص المدرب جمال بالماضي ننظن اليوم جمال جا يدعم الفريق الوطني عندما تسيب الناخب الوطني يجي دعمك في التدريبات أعتقد أنه حافظ كبير كبير جدا نقول اليوم جمال بالماضي عنده يعني مكان خاصة مع المنتخب وعنده علاقة طيبة مع أبو قراء يكتر عليه الكلام أعطيك صح ليه كما كنا نتكلمه يكتر عليه الكلام ولكن هما أصدقاء ويتحبوا بعضهم بعض يعني هذا موش سؤال يعني تسأل على كل حال حنا في أديبالك في السوشيال ميديا تحوسوا نتنانيين يحوسوا على التغرة هذا منتخب وطني جزائي هو مجيد بو قراء يعني في ندوة الصحفية اللي كانت طرق لها بعد مباراة النيجر كان قال باللي فضل بالماضي يعني كبير لي يعني هو اللي افتح له الأبواب في تجربته في قاطر وكان وراءه حتى أنه سألوه حول مستقبله قال باللي لازم تنسى مجيد بو قراء على الأقل لأربع خمس سنوات إلى عشر سنوات بما أنه هناك مدرب كبير في صورة جمال بالماضي لرويقوت في المنتخب الأول شوف كابتن عندما تشوف طريقة جمال بالماضي كيفاش جاء بو قراء يعني تعرف بني عندهم علاقات يعني لباس بها هذ المدربين يعني اشتغلوا و لعبوا في أوروبا و لعبوا كورسو و أفريقيا مستوى عالي إنسان يكون واقعي وشوف يعني الدكاء تعبوا قراء عن ما يكرم المدرب تعوي قالهم أنا انسوني مدة خمس سنوات لأنه علاش باش ما يتكش في كولاسيون أنا رح يعني رح عندي دورت شالونج بلا كيمكن رح يحكم نادي بلا كيمكن رح يحكم نادي بلا كيمكن رح يحكم نادي ترحين طرحت سوء يا 100% رح يكون في نادي 100% رح يحكم نادي حتى تصريحه في ندوة الصحفية قالك باللي أنا متعطش باش ننشد فريق يعني نكون في المنافسة يعني أكثر أكثر أجور يعني والكرة القادمة تبشي معها مشكي معك في المنتخب منتخب يعني منتخب عندك كنت 3 شهور يعني عندك معسكرات عشرة أيام بس ولكن عندما تدرب يعني الفريق معه أجور كل يوم كل يوم الصبح وعصر يعني باش تشوف المستوى وينوصلنا يعني عندهم علاقة طيبة وننظن دافع يعني نفسي لعابين نفس الشي عندما يشوفوا مدرب فريق الأول يحضر في تدريبات ويعطي لهم كلام بلك يمكن في المساء يتكلم معهم يعني كلام يعني من صاميم القلب يعني اللعابين يعني يكون يطمح باش يكون في الفريق الأول ولما لا ينصبوا اليوم 2 ولا 3 لعابين يكونوا في الفريق الأول نحن نتمنعه إن شاء الله هذه ولكن عندنا إمكانيات نحن نقاطعك فقط لأن حافلة المنتخب الوطني في هذه اللحظة تصل إلى ملعب نلسون منذلة ببراقي وكالعاد الساعة وربع قبل انطلاق المباراة دائما وصول المنتخب الوطني إلى ملعب نلسون منذلة ببراقي قادما من مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيد موسى أين أجرى؟ جل تدريباته هناك اعتاد على الأمور حتى أنه يعني العودته من وهلان كانت سريعة في نفس اليوم خاصة وأنه وجد كل الإمكانيات في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية يعني هذا المركز اللي اعتاد على التدرب فيها المنتخب الوطني كما نشاهد إذن الآن وصول الحافلة إلى الملعب في انتظار خروج اللاعبين وتوجههم مباشرة إلى غرف تغيير الملابس تبدأ الآن ريدا ماتام تبدأ الآن تركيز هو تركيز يعني منذ مدة ولكن الآن يبدأ التركيز الفعلي الدخول إلى غرف تغيير الملابس ارتداء الملابس استماع إلى نصائح المدرب الأخيرة استماع إلى آخر روتوشات حول الخطة نظر أن نعود المدرب بالماضي نظر أنه كان في تواصل دائم مع مجيد بقرة وكانت نصائح بالماضي للمجيد بقرة وكانوا يعملون سويا في نجاح هذا المنتخب الآن نتكلم عن الفريق الوطني تركيز رح يكون أقوى الآن من هذا الوقت ورح اللاعبين يعني رحين يخموا إلا في المقابلة وفقط نظن باللي مع دخول اللاعبين في التحميلات في الملعب رح يكون أكثر حافز في الفمت يعني يدخلوا ضلبة مجرد دخولهم يعني الملعب رح يفاجر من الجماع رح يطبح بطبع نظن كل الأشياء كانت في التدريبات في فيديو في الفيديو نصائح نصائح المدرب في التويتلات ريدا رح نقاطعك فقط لأنه رح نعلق على رح ما نعلقش على الصورة ولكن بما أنه المنتخب الوطني ينزل في هذه الأثناء رح نمد تشكيل الأساسية التي وصلتني الآن أليكسيس جندوس كما توقعنا عاد إلى حراسة المرمى كما توقعنا فيصل شو شو هذه هي حارس مرمى سابق هي خبرة حارس مرمى دولي سابق كل من شعيب كداد وإيوب عبدالله وزين دين بالعيد في محور الدفاع عبدالله القائد كالعادة مختار بالخيطر على الجهة اليوم نوى يوسف العوافي على الجهة اليسرى رجل مباراة نصف نهائي حسام الدين ميرزاق أكيد متوجد في هذه التشكيلة زكريا دراوي أيضا عودة بكير محمد إسلام في التشكيل الأساسية مكان أحمد قندوسي في خط الهجوم أيمن محيوس وعبدالرحمن مزيان إذن تشكيلة وصلت مع وصول المنتخب الوطني إلى ملعب نيلسون موندلا ردى تغيير تكتيكي أو هناك إصابة قندوسي لا نعرف لا أنا أظن المردودة قندوسي هو اللي خلى الناخب الوطني أن يغير حتى وأنه في مباركة بكيرا نظن أحسن فورما من قندوسي وهذه كنا تكلمناها في السابق أن الناخب الوطني هو اللي رح يعايش في التدريبات ويعايش في الفورما كل اللعب هو شاف كيفاش المردود تاع قندوسي قندوسي خرج من هذا الدورة هذه بسيكولوجيك مو خرج من هذا الدورة وتأثر تأثر كثير بهذا يعني تحويل تاعو وكانت هناك ظروف خاصة مع مسؤولين تعويل تاقص طيف مسؤول تعويل تاقص طيف يعني خمم في نتأسف كثير لأن هذا اللعب كان يكون عنده مردود أكثر إيجابي بهذا المستوى هذه الآن بكير لا ربما تأثر حتى بل الخطة عليه ماشي متعويد عليها لا صانع ألعاب خلف تنين مهاجمين لا نظن تحويلتها وكان أكثر ذهنيات وكانت في الفريق الأهلي وفي مدى تهويل تعويل وخاصة عدة فرق اللي جاتوا يعني تصور خاصة من قطبي التورة المصرية تصور يا أخي أنت في تربص ويجيوك عدة أندياء وروض راحين يوضروا لك تركيز نتأسف لهذا اللعب هو اللعب يعني مهاري لعب يعني لاعب مهاري جدا يعني نتأسف الدورة هذه كان خارج النطاق وكان الأسباب بتاحها وكل واحد يتحمل الأسباب هذه نعم هو يعني قدم دورة لبأس بها ولكن كنا ننتظر منه أكثر من ذلك أحسن من ذلك ولكن على العموم فيصل تغيير وحيد فيها تشكيلة عودة أليكسيس جندوز يعني كانت منتظرة رغم أنه شعال أيضا قدم بطولة ممتازة ولكن على العموم نفس التشكيلة تغيير واحد بوست بار بوست والحفاظ على نفس الخطة ثلاثة خمسة أثنين التي تتغير مع مجرية اللعب أكيد صحيح كابتن يوم شوفوا يعني حارس مرمى رجع لي المكانة تعب كنت يعني متوقع أنا كنت متوقع 70% متوقع نعم أكثر كابتن أنا متخب لأنه لربما لو تشاطرني رأيي وأنت أحارس مرمى دولي سابق أليكسيس جندوز لعب تقريبا ثلاث مباريات ونصف ضحى بخروجه يعني في لقطة التي أخطأ فيها أيوب عبداللوي يعني خروجه كان شجاع يعني تلقى البطاقة الحمراء يعني استعمل يدين لتفادي تلقي هدف كان ممكن يكلفنا الكثير خاصة وأنه يعني كان أحسن حارس مرمى في المباريات دور المجموعة صحيح كابتن اليوم شوفوا آليكسيس جندوز يعني لعب في ثلاث مباريات كان في المستوى المطلوب والدخول شعال أعطى إضافة كبيرة للمنتخب الوطني كابتن هذه باش ما نحوله ما نصغره ما نصغره حارس يعني شعال كان في المستوى المطلوب واليوم ولو لعب شعال نقوله برافو عليهم ولكن اليوم هذا منتخب كابتن كان فريق عفوا كان مدرب كان مدرب كان رقم واحد ورقم تنين منتخب ما رانيش في نادي هنا كابتن هنا واني في المنتخب الوطني هذي في العالم كابتن كان رقم واحد ورقم تنين لأن منتخب ما تقدرش تلعب يعني ماتش بان ماتش مستحيح خاصة في حراس المرمى أعطيك صح خاصة أنا مركز حساس كابتن واليوم دخول قندوس أنا لي كنت متوقع باش يدخل قندوس ولو كنا تحدثنا تكلمنا ناوي قلنا ما يكذب عليك كابتن هذا منتخب وطني اليوم شفنا السؤال مطروح علاش قندوس اسمه تعال وفاق قندوسي قندوسي ملعافش هذه المباراة نظن نظن يعني ما كانش مركز بلك الخطة ما تساعد ما تساعده ولا بلك يمكن يريحه عندما يدخل يمد الإضافة أكتر فأكتر أنا هو السؤال المطروح اليوم نشوفه قندوس في تغيير بوست بار بوست أنا نظن واسمه قندوسي قندوسي يمكن يمد إضافة كبيرة ينعش الهجوم في دخوله حوالي عشرين ولا أولى أربعين دقيقة ولكن ربما لو نتحدث على هذا اللاعب البديل محمد إسلام بكير لي قدم يعني خاصة هذا الموسم العمليفات كان تراجع أداء نوعا ما ولكن هذا الموسم بكير يعني ظهر بوجه مغاير يعني قدم قدم نصف موسم في القيمة رفقة فريق شباب بالوزداد نتكلم عن اللاعب هذا مع المنتخب الوطني يعني ما يخفكش أحداش المقابلة فهمتني مع المنتخب الوطني مجيد بقرة يعرف إمكانيات هذا اللاعب كل إمكانيات كل اللاعبين وخاصة هذا اللاعب شفنا الفريق الوطني في تاربوس في سيدي موسى هناك تدريبات وأنا نظن بللي يعني تجرب هذا اللاعب هذا في المنصب وكانت هناك يعني وسمه لقاءات في ضد بعضهم ولكن هذا اللاعب هذا أنا نظن ونشوف فيه الأنسب في هذا المركز في التبديد عنده باكير لعب ممتاز جدا نعم لو نشوفه فقط التشكيل على المباشر بما أنها جاهزة وسنذكر بها في حراسة المرمى أليكسيس قندوز في محور الدفاع وكالعادة شعيب كداد عبدالله أيوب قائد الفريق وزيندين بالعيد على الأطراف كل من بالخير أو مختار بالخيتر ويوسف العوافي في وسط الميدان كل من حسام الدين ميرزاق زكريا دراوي وباكير محمد الإسلام الذي عود قندوسي أحمد وفي خطة الهجوم كل من مزيان عبد الرحمن وأيمن محيوس وصل فقط فيصل سمحني قاطعتك ما فيش مشكلة قلت لك باكير من بين أحسن لعبين في البطولة وطنية اليوم دخوله إن شاء الله يكون ينشط وسط الميدان تعالى مهاجمين أعتقد أنه سوف يفعل شيئا في وسط الميدان لأن هذا اللعب لديه إمكانية كبيرة وعنده جاءت فرصة في وقت المناسب أنا نظن يعني قادر يعود قندوسي في هذه المباراة بأتاء يعني بنتيجة يعني لدينير باستعو عنده 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 إمكانية كبيرة في وسط الميدان يشوف ملاح اللعب يعني خير للمدرب جاءت فرصة في هذه المباراة أنا نظن بإمكانه يعود أي لعب في وسط الميدان شبونسكو باكير يعني عنده إمكانية كبيرة قادر المباراة يعطي يعطي إضافة كبيرة اليوم في هذه المباراة نتمنى له كل خير وقندوسي نتمنى في الشوط التاني تكون له إضافة كبيرة في هذه المباراة لأنه لعب لباس به خلوق نتمنى إن شاء الله تانيك في الترانسفير بتاعه تعنادي الأهلي نتمنى نشوفه يعود المستوى المطلوب أنا نظن المدرب ما حابش يغامر به بلك يمكن شافه شوية تعبان نفسيا أنا نظن باكير قادر على المسؤولية هادية وقادر يعني يغير ينعش إلى وسط الميدان نتمنى إن شاء الله المنتخب تعنا حد موفق واللعابين هذو لازم يركزوا تركيز عالي لأن هذا المباراة تلعب في الجزائر ما حش نشوفها المباراة القادمة نية أي تلعب خطرة في الأسبوع إن شاء الله ريد لو نتحدث على الجانب التاكتيكي بوغرة يعني ما بداش البطولة بنفس الخطة يعني كان اعتمد على 4-3-3 في البداية وغيرها يعني خطة جديدة نجح بها على طول الخط هل هل ربما اعتمدوا على نفس الخطة في مباراة اليوم أمام منتخب سنغالي يعتمد على خطة نوعا ما دفاعية وتكتل في وسط الميدان 4-1 4-1 4-1 4-1 هي خطة هي خطة دفاعية بحثها المنتخب السنغالي شفناها فهمت في اللقاءات فتا كان يلعب بزوج يعني اللعبين وهم عن داي وديالو هم اللعبين في رأس الحرب في الأمام خاصة هناك اللعب مهاري يحسن التمريرات ويلعب على هذا اللعبين هذا اليمين كاميرا اللي هو رح يروح بروفيسيونال يعني في المدد نظن بلي هذا المنتخب كاميرا كان أصيب في المباراة الماضية لست أدري إن شفية من الإصابة أو عكس ذلك قد يغيب وقد يشكل يعني غياب ضربة موجة على المدرب بابي تياو بطبع شوف لو نتكلم بالرقم هذا المنتخب يعني هو متوسط لا يحسن استحواذ على الكرة يعني هو عنده حسن القذفات من بعيد هناك زوج لعبين اللي تكلمنا عليهم يعني حسن القذفات من بعيد ملك مباي وهذه الإحصائيات اللي تقول هذه لازم الفريق الوطني والناخب الوطني إلى الحلول لهذا فهمت لهذا الأشياء هذه لأن هذه القراءة راح تصيب الحلول كيفاش يعني بوركونت كاري هذا ولكن سؤالي سؤالي كتالي ثلاثة خمسة نيل مقابل أربعة واحد أربعة واحد هل تنجح مجدداً أمام خطة يعني تعتمد على غلق المنافذ على الأروقة وهي نقطة قوة المنتخب الوطني نحن نعتمد على شفنا نعتمد على بالخيطر والعواف في في تنشيط اللعب الهجومي ولكن المنتخب السنغالي يلعب بلعبين ظاهرين إضافة إلى الأجنحة التي تغلق عندك عدة حلول عدة حلول في ثلاثة أربعة اثنين واحد عندك عدة حلول عندما يغلق النوافذ للرواقين عندك الحل باش تروح في المحور هذا ولك كتفلاً في المحور عندك هناك عدة حلول في هذه الخطة هذه مثل ما شاهدنا تحرر دراوي في المباراة الماضية بالطبع بالطبع كان تقريباً مفتاح نجح في لقطتين يعني في كورات العرضية في كورات العرضية خاصة في توغل في وسط الميدان في وسط الدفاع على الخصم هناك عدة حلول بهذه الطريقة لعب يعني ما على اللعبين إلا تطبيق نصائح الناخب الوطني هذا مما يدل على ذكاء هذا الناخب الوطني في وجود عدة حلول يعني باشي نفوزه بهذه المقابلة وكما تكلمنا عن المقابلة هذه لازم تفوز بها لأن الجمهور كما هذا لازم تفوزه ما تلعبش بطبع بطبع الجمهور كما هذا يسهل كل الخير إن شاء الله إن شاء الله تكون مقابلة في صالح الفريق الوطني ولازم على الفريق الوطني هي يعني الدخول بقوة في هذه المباراة هذه لازم نستحوده على البداية خاصة بطبع خاصة 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 في بداية المقابلة وعدم ترك المساحات وعدم ترك الخصم باش يلعب كرة قدم لازم يفوزه لبريسي فمثني باش ما يستحودوش على الكرة هناك عدة نقاط يعني ضعف على الفريق السنغالي فمثني لازم يعني اللعبين تعالينا يستغلوها إن شاء الله إن شاء الله فيصل لو نتحدث عن إحصائيات المنتخب السنغالي يعني تقريبا مباريات اللي فاز بها 1-0-1-0-1-0 فاز على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاتية مقبل سفر قبل ذلك هناك فاصل إشهاري أنا بمشكل إذن مشاهدين فاصل إشهاري ولا نعود نعود للحديث عن مباراة المنتخب الوطنية الجزائرية ماما منتخب السنغال ولابد أيضا بتذكير بتشكيلة المنتخب الوطني أليكسيس جندوس في حراسة المرمى شعيب كداد أيوب عبداللوي ومختار أو بالعيد زيندين في بحوال الدفاع في وسط الميدان على الأطراف يتوجد كل من مختار بالخيتر والعواف يوسف إضافة إلى ميرزاق حسام الدين زكريا دراوي والبديل اليوم بكير محمد إسلام في خطة الهجوم مزيان عبد الرحمن وأيمن محيوس في خطة ثلاثة خمسة اثنان إذن كانت هذه تشكيلات المنتخب الوطني الجزائري فيصل نعود ونتحدث عن خطة المنتخب الوطني الجزائري مقارنة بالفريق الخصم يعني الفريق الذي يلعب على الأطراف يعني رح تكون مهمة العوافي وبالخيتر دفاعية أم هجومية في هذه المباراة أول شي منظومة الفريق الوطني رأي ناجحة مية في المية لأن طريقة لعب ما تسجلوش علينا أهداف تاني شي سجلنا أهداف وانتفادة في النصف النيهي أنا نظن طريقة ثلاثة خمسة ساعدت المنتخب ساعدت اللعبين عطت إضافة للعبين تعنا وتناسبوا مع طريقة الخطة المحكمة من عند المدرب أنا أقول اليوم طريقة ساعد للعوافي بلخيتر بلخيتر لها أحسن لعب في المنتخب الوطني بلخيتر أحسن لعب في المنتخب الوطني أعطى إضافة كثير كثير جدا في الهجوم في رواق الأيمان في طبيعة الحال نفس الشي العوافي عن دقليم العوافي من المباراة التي ش找ناها كان في المستوى المطلوب ولكن بلخيتر مستوى تابت من المباراة الأولى حتى النهائي اليوم شوفوا الخطة هذه رح تناسب بالخيتر والعوافي بالهجومات بالطريقة لأنه لماذا؟ أحتساعد المدافعين 3.5.2 يعني عندك طريقة وسط ميدان معمر ونشوفوا العوافي يطلع في وسط ميدان يقدروا كين لعابين يعودوا يرجعوا في المكان في حالة تضييع الكرة بشكلة حسام دينميرزاق مبارك الله فيك منيرزاق أو دراوي أو اسمه باكير يعود يرجع أنا نقول بطريقة ستساعد المنتخب بتاعنا شوفنا في عدة مباريات الكتلة الديفاعية نعم كنت رحت لك سؤال مقبلة على المنتخب السيني غالي اللي فاز بمعظم مبارياته بمعدل هدف مقابل سفر خسر مباراة واحدة أمام منتخب مدغشق أو منتخب أغندا حين لعب بعشرة لعبين أكمل مباراة بعشرة لعبين فاز في مباراة واحدة بثلاثة سفر مقابل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب يعني موشة قوية من الناحية الهجومية والله يا كابتن قوي لأنه شوف باش الحق النهائي هذا قوي لازم تعطيله حقه أنا نظن هذا الفريق السيني غالي عنده يمعبين ممتازين جدا ينشطوا في البطولة الوطنية التحم يعني يعني باش الحق النهائي هذا في القوي ولكن لو نتحطوا من ناحية معدل التسجيل والفرص نسجلها من راكل الجزائر عندما تلعب في دورة تحوز تفوز أكي ونيوم راك في النهائي ما هي الأبجيكتي في لقاته كيف هو الفريق المنتخب بالجزائري أو الفريق السيني غالي أنا نظن هذا الفريق عنده إمكانية تبيرة وعنده لعابين ممتازين ما نتساوش كابتن أقل يعني معدل أعمار همه 22 سنة باش تعرف كابتن لعبين 18 سنة على الحزب لامين كاميرا لامين كاميرا 19 سنة عندما قل مليك مباي المهاجم الرواق الأيسر 18 سنة بابي ديالو 18 سنة معدل أعمار تقريبا صغار كابتن يعني هدل لعبين عندهم إمكانيات كبيرة لا فريشر فيزيك لا موش لا فريشر يعني باش توصل نيائي سيكن تعد الفريق كابتن شوف شوف كؤوس شوف في قانون اللعبة كابتن عندما تفوز انترك أحسن اليوم المنتخبات اللي فازوا وراحوا النهائي هم الأحسن أكيد ما تقول لي ما نقول لك كابتن اليوم فريق الجزائري الفريق السيني لو فزنا احنا في المباراة النهائية نصف النهائي فزنا بواحد سفر نقول لك الجزائر فريق قوي جدا وفريق ممتاز جدا لأنه شوف البطولات هذه ما تتلعبش تتربح كابتن ولكن لو تحدثنا على معدل الأعمار الفريق السيني في المنتخب بين المنتخب الوطني والمنتخب السيني غالي 26 سنة معدل الأعمار أمام 22 سنة الخبرة تصبح في مصلحة المنتخب الوطني والخبرة عامل مهم في النهائيات لا هي الوبجيكتيف برميتا الفريق الوطني هو الفوز بهذا الشعر أكي ما كاش خبرة هنا كابتن لهذا السبب لهذا السبب يعني اختار مجيد بوغرا عامل خبرة وعمل يعني التجربة بهذا لهذا السن ما يخفكش شوف عدة نقاط للفريق السينيغالي يعني النقاط السلبية لازم نستغلوها ومنها الاندفاع البدني هناك الفريق السينيغالي معدل 15 خطأ في كل مباراة من اندفاع البدني هذه نستغلوها اللي يعني على الورقة الحمراء في المدافعين لازم نستغلو كل النقاط هذه نقاط الدعف للفريق الوضعي شوف رقمنا كيفاش يدلك على كل صغيرة وكبيرة في صالح الفريق الخصم هذه ثانيا الاستحواذ على الكرة ما لازمش نخليه اللعب السينيغالي باش تكون عنده طريقة لعب باش يفرض اللعب بتاعه على الفريق الوضع لازم من اول لحظة يكون هناك ضغط على حامل الكرة هذا هو الشيء اللي اخر ثالثا الفريق السينيغالي هو يستغل على الكرات العرضية كرات طويلة العرضية لازم تكون هناك نفكو الثغارات على الجناحين على الجناحين هناك عدة نقاط للفريق السينيغالي وهو فريق في متناول الفريق الوطني يعني باش نقولها بصراحة نقطة قوتو انه 50% من التشكيلة من فريق جينيراس سونفوت هو النادي تكوين في الكرة السينيغالية لو نقول نتحدث عن افضل لعب في المنتخب السينيغالي لمين كاميرا ماليك مباي ايضا اللعب في نفس الفريق بابي ديالو القائد شيخو دياي وحارس المرمى بابي سي كلهم من نفس الفريق حارس مرمى اللي ادى دورة في المستوى وكان هو بعدة مبارايات اللي طلقى هدف واحد وكان في عدة مباراة خاصة مباراة ضد موريطانيا وانا شفت المباراة موريطانيا كان رجل مقابلة في الحارس انا نظن شوف المنتخب الوطني هو قوي على المنتخب السيني اللي نقولوها بصراحة يعني في متنوالة ان شاء الله بالتركيز بالتركيز وخاصة في الدقائق الاولى الدقائق الاولى لازم نكونوا مركزين جدا على طريقة لعب والضغط على حامل الكرة كما تكلمنا وخاصة خاصة عدم تضييع كرات عدم تضييع الفرص هو اللي يخليك تكسب هذه المباراة وتسجيل الفرص التي تسجيل كما فعلنا مع المنتخب النيجر ان شاء الله فيصل تحدثنا على تواجد بالماضي في التدريبات وفي المباريات ما هي الأسماء التي لربما كسبت نقاط وستغلت الفرصة لدى تواجد الناخب الوطني لربما أيمن محيوس نقول محيوس مدفع أيمن واسمه نعم في هذه الأثنان نشوف دخول اللاعبين المنتخب الوطني إلى العملية الإحماءات تفضل لفاسا قلت لك نشوفه بالخيتر محيوس خاصة مع إصابة يوسف عطار محيوس بالخيتر محيوس لربما نشوفه بالخيتر عنده حضور عنده حضور كبيرة بالخيتر لعب ممتاز وعنينا في المركز في المركز هذا ولكن لما نقصه في مقيمة اللاعبين اللي يرون في الفريق الأول عندنا اللاعبين ممتازين جدا إن شاء الله يمدوا الإضافة هذاللعبين ننظن كما كما وسط ميدان شفنا اليوم وسط ميدان رويال كما دراوي لكن صعب صعب يعني يتوجد في المنتخب الأول لا 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 ما هو صعب الله ما هو صعب ما توجد بالناصر والأسماء اللي لا ما صعب يدعم والله تقدر دعم إضافة إضافة يقول لك راح ينحي خمس لعبين ويحط واحد تنين واحد مدافع واحد موسط ميدان يمكن ويلقاه الإنسجام ويلقاه كل شي ويتحرر اللعاب شوف كابتن كرة قدم سهلة أعطي حطه في المكان مناسب في وقت المناسب لعابين كما دراوي نعم وستدعم في وقت سابق حسام الدين ميرزاق ما أعطيك صحة واحد دراوي لميرزاق حطه في مباراة رسمية لعابين معه ممتازين أنا دراوي في المباراة الماضية كنت ننتظر وهو رجل مباراة لأنه قدم مباراة يعني في المستدع سيدة شواء اختيارات لا حسام الدين ميرزاق قدم مباراة مليحة ولكن أنا نشوف بلدراوي كان رجل المباراة فوق العادة هذاك صحة كابتن هذا رأيك ونشوف بالخيطر ونشوف وسط ميدان محيوز لقدر انتفاض نعم محيوز أيضا نحنا تكلمنا على المنتخب الأول محيوز عنده حدود باش يكون في إن شاء الله إن شاء الله لماذا لا كابتن إن شاء الله نحن نتمنى كل نجاح والخير يعني هذا اللعب لايبرك ما شاء الله مرحلة في رحلة مرحلة صعبة وصعبة وصعبة ولي هين ربي يفتح عليه رأيه في المنتخب الوطني افتح هذا العاصمة رأيه يؤدي مباراة كبيرة أنا نشوف في العوافي نفس الشي اليوم بدأ مدل إضافة المنتخب نفس الشي وصمي دنيا محور محور بارتك صح لاكسونترال كداد شبان كداد بليت كداد رأنا ننسينا ورأنا نشوف فيصل يعني المحور الفريق الوطني ألف فهمت هو كبير في السن ورحيني رحوه مهتز أنا نظن بلي اللعبين تعليم حسنوا أنه زندين بالعيد يعني لعب صغير في السن كداد بالعيد قل من 23 سنة أنا نشوف فيهم هذا هو مستقبل فريق الوطني ألف وأنا بالماضي رح يستدعيهم يعني في التربس الجي شوف كابتل كيبا بالعيد هذاك يمكن هذه الأيام رح يغادر انتحات العاصمة رح يوقع في أوروبا في فيرنسا نفس الشي كداد لا أبنا كداد والملكة تأغلق ولكن في الصيف أكيد صحة اليوم شوفوا كداد يعني دار المباريات في المستوى العالي دون خطأ أعطاء إضافة كبيرة كبيرة جدا المنتخب بتاعنا اليوم في بعد دخول في مباراة تانية حتى مع أندياتهم المقبلة على رابطة أبطال لا ترح تساعدهم رح تساعد شباب الوزداد تلعبين رح تساعد شباب الوزداد تحاد العاصمة رح يستفادوا كثير من نحن نتمنى كل أنديات اللي تلعب في البطولة الإفريقية حد موفق إن شاء الله نتمنى لهم كل خير كحنا كجزائريين نتمنى شباب الوزداد إن شاء الله يروح النهائي والأنديات الأخرى نفس الشي تحاد العاصمة ويفاق ستيف وشبيبة القابل وشبيبة الصورة نفس الشي عندها إمكانية لعبين ممتازين نعاود نقول له المنتخب تعنا المنتخب اليوم إن شاء الله عنده طريقة عمل عنده طريقة لعب لازم ما يغيره لازم ندخله باش نفوزه اليوم ندخله باش نسجله اليوم عندنا حتى خيار على نفس الشي نعاود نرجع لك المنتخب السنغالي المنتخب السنغالي ما كانش يلعب منه ولكن كان يفوز كابتن كما تكلم رئيضا من قبل قال لك مع الفريق الموريطاني كانت له صعوبات كبيرة كبيرة جدا ولكن فاز بالمباراة عرف كش يصير المباراة بهذا الهدف عرف كش يصير المباراة درب الجزاء ولكن عرف كش يصير كابتن المباراة العامل هذا شوف يا ديناسيون كابتن انت رأيك تعرف لعبت الكورة يا ديناسيون عندي منتخبات الكبيرة فريق السنغال عنده إزم في إفريقيا شوف عرف كش يصير المباراة ولكن محليين شوية محليين وكيب محليين وكيب كابتن كما تحدثنا هذرو باللغة العربية كما تحب احنا الجزاء اللغة المبسطة ها الجزاء دينا كاسي إفريقيا ما ديناش كابتن صح ولا لا واليوم رأينا في النهائي نفس الشي وش تقولي عامل خبرة وش رح تقولي العرادة ونفس الشحال عنا ما شاركناش واليوم كي شاركناش شوف الحمد لله هدية كورت القدم يا فايسل لازم يكونوا من ضبطين تاكتكيين شوف كابتن يا كابتن واليوم اللعبين هو اللي يخليك يعني بشت واللعبين عندما يكونوا في فرما لعبين عندما يكونوا في فرما وتمشيلك كابتن عندما تمشيلك الأمور تمشيلك كل شي يمشي كابتن اليوم إن شاء الله ولو يفوزوا الجزاء الأحسن فريق في فريقيا ريدا نحن فقط قوس قبل ما نوصله فقط لأنه لدينا صور من حفل اختتام اللي كان انتهى منذ لحظة قبل دخول اللاعبين لإحماءات شوفنا يعني حفل اختتام ولا أرواح رغم أنه في وجاء لا حضور تقنيات حديثة تقنيات حديثة فهمت حفل اختتام هذه سبق وتكلمنا كنا يعني الجزائر رفعت المستوى وراح يكون سعيب جدا حتى فالكان حتى فالكان باش يكون حرجناهم كثيرا يعني الحقيقة أنني الشكر كبير الشكر كبير يا أخي المسؤولين الدولة الجزائرية عندما تكون عندك مناجد عندما تكون طريقة عمل عندما تكون عندك إرادة سياسية هذه اللي كنا ندو فيها في السابق يا أخي فهمتني الحمد لله الحمد لله الجزائر الجديدة هي في هذا المستوى العالمي يعني هذا هو الشيء الجميل في هذا الشأن هذه شوف كيف شأنين أنا نشوفه في اللقاطات هذه والله ما أروح حفل عالمي نحن كل تقنيات استعملات في هذه الحفل أحضر سهروا على هذه الصور الحصرية والصور المباشرة من الملعب خاصة اليوم يعني مع البروتوكولات وضعف تدفق الأنترنت ومشاكل الاتصال ولكن الزملاء كانوا في القمة اليوم نحن عشنا معهم اللحظة بفضل الزملاء المتواجدين هناك سواء المصورين أو الزملاء الصحفيين لو نعلق على هذه الصور ربما تكرار للمشاهد اللي عشناها في وهران في الألعاب المتوسطية صحيح كابتن على كل حال هم مشكورين نعطيهم صحة شوف كما يقولون الصحفيين أو المصورين ولا بارك الله فيهم أعطونا صورة جميلة جدا أدية الجزائر كابتن شوف كيف حرام علينا من دوشكس 2015 والله غير حرام عليهم يعني كل دورف ملائمة مستوى عالي شوف الجمهور فيصل يوم الجمهور تستمتع كابتن والله غير تستمتع يكذب عليك احنا لازم علينا ندوها في 2025 والله غير ولا ما أعطوها لناش يعني حرام عليهم هناك مشكل خالة عندهم ما هو عندنا كولاسة شوف كابتن عندما تشوف هذا الاختتام مستوى عالي جدا والإفتتاح نفس الشي الله يبارك اليوم شوفنا يعني مستوى يعني تقول احنا أكثر من الأوروبيين شوف اليوم جزائر وين وصلت يعني دوك ولا ما أعطوه لناش كاس إفريقيا 2025 يعني كين خالا عند لا كاف نعم كلمة ختمية لكم في تنين في عجالة والله غير نسلم برك على جامس العرابي هو الحاج وليد الحاج بوتوتو اللي نحييوه توتسافامين وقلوا له إن شاء الله درية صالحة ودعينا على المنتخب بتاعنا ريدا شكرا لك أولاده مرة أخرى نعتذر منهم أنه لعدم وصلوا التذاكر آه دلوا لمشكلة دلوا لمشكلة إن شاء الله إن شاء الله بساميم تكون تحقيقات فهمت في هذا الموضوع نعم ونتمنى فقط أيضا حد موفق للمنتخب الوطني الجزائري في هذه المواجهة النهائية وإن شاء الله نرفع لقب الشاندة المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء شكرا لكم